فير بلاي شكرا تحنى لك زميل الاسلام ولكل المستمعين لا شكرا على واجب الحاضرين شكرا حسني نحكيو شوي نبدو بلورو اكيد بعثبالو المقابلة كانت البرح لحقيقة من عاش الشاطر نراي ولا لا مقابلا بلغتش مستوي فني كبير برشة 120 دقيقة وست حتى شوية مملة في بعض الاحيان ولا لا؟ متفق معك نعم يعني لم ترتقي الى مستوى الانتظارات لكنها بالنهاية اسلام هي مباراة نهائي ساسوغاني معنى سانسو جوبا لا تلعب تفوز بها يجب ان تكون فيها ميكيا فيلي بمعنى الغاية تبرر الوسيلة ودكم هم الفينال يعني بنهاية التاريخ النهائية سواء في اليورو او ايضا في المونديال والبوتلات الكبرى لا يخرج عن هذه القاعدة اه طبعا كان فيه هدف مبكر وهذا امر مهم من المفروض يفتح الدور النهائي ويعطيه بعد فرجوي جمالي اه هناك ايضا بلوك حجري يعني اه كتلة الفريق الانجليزي كانت حجرية يعني في الحقيقة وصعب اختراقها وبالتالي كل هذه المعطيات تصعب الفرجة يعني على حال اه نهائي يعني لم يكن بذلك الجمال لكن انتهى بطريقة اه دراماتيكية تقريبا نشوفه الاسماء حسني المنتخب الانجليزي كاسماء اهم شنو اللي عمل الفرق الصالح للمنتخب الانجليزي في المقابل اللي عمل الفرق اه انه اه اعتقد ايطاليا اه بلاد كورا بتقاليد كورا اه بجرينتا وبمجموعة من القيم تصنع الفرق اكثر من المنتخب الانجليزي حتى لو لو تحدثوا وقالوا اه والواقع ايضا يقول بانه انجلترا هي موطن اللعبة في لندن يعني اه اول اه مباراة دولية اه بين ملتخبات في تاريخ الكورا اه اقيمت هناك اه 1870 بين ليكوس وانجليتيرا رغم هذه التقاليد عندما نذهب الى الميدان على مستوى المهارة الفردية على مستوى التقاليد الثقافة اه اقل عقد اكثر ثقة اعتقد هذا لمصلحة اه اه ايطاليا لننفى ايضا بالتوازي اه موضوع اه اه دونا روما الاختبوت الحرس المميز واه اه 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 ثنائي الخبرة كيليني اه بونوتي اه دونا روما كما لاحظتم ارسل الكأس الى روما اه اسلام اس جوينج روم يعني كما كتب اه واشتهرة وهكذا انتهى الى احد الانجليزي الممتاز الايطاليين وهي لمحالة فرحة اه لا ننسى اه يقتسمها يعني جزء مهم من التونسيين لعلاقتنا القديمة بالكالتشو لا شك في ذلك اه علش حكيت على دونا روما لانه صحيح اه هو بمساعدة ثلاثي راشفورد سانشو ساكا يعني اه اه رسموا نهاية اه نهاي ومبلي لمساحة اه ايطاليا رغم انه تمرين ركلات الجزاء في حد ذاته يعني هو بالنهاية امتحان لا يقاس عليه هي ركلات لا تعكس يعني ضرورة من هو الامضل الكأس لايطاليا اه هي نجمة قرية ثانية اه اه من نساوش فريق خرج معزوم في اخر مبارتين نهايتين لعبهم في امم اوروبا الفين والفين واثماش وهذا ايضا عطا خبرة وعطا اه درس اه للمتخب الايطالي اه هناك فرق يعني اختصارا فرق بين اه اللي لعب دو فنال اورو مثلا في اخر عشريتين ومتعود على اه اللاعب الادور الاولى في الموديال وثقافة جماعة الكالتشو اه مع اه يعني كورة انجليزية لا تزال تشكو من العقد وطبعا اللي عنده عقد يخاف يعني كلما يقترب اللقب اه يخاف منه كما يقال وهذا حدث لانجليزية من النساوش كانت رابحة واحد صفر وسيناريو الشوط الاول كان يعني لمصلحتها اه نحكي اعلاميا تصريحات بونوشي زادت اجت الغضب الانجليز تقريبا كنا سمعنا نسكول تصريح بونوشي تصريح مستفز شوية يقال على شعور وقت هذا اللقب قدام وهو يشوف في مدارج ومبلي والجمهور الخارج معناها الجمهور انجليزي خارج والتتويج الايطاليين باللقب اه صحيح اه هو بونوتي اه بدرجة اقل كياليني وهذا جزء من ثقافة اله الطبيان يعني اه احسن استفزاز المنافس سواء في البريفيو في اه ما قبل النهائي او حتى ليس يقل اه هنا يرجعنا لمسألة الثقافة والتقاليد والخبث وهو خبث بين معاقفين كروي اه صحيح اه تلاقي الوقت اللي يتكلموا اه بما فيهم السنائي جورجو كياليني وايضا اه بونوتي يعني ما يختروش كلماتهم برشة وبالتالي اه هذا اثار غذب الانجليز هي نوع من العداء الكروية يعني تبلورت اثناء الدورة لانه كان من الواضح اه منذ فعاليات الدورة الاول بانه نتجه يعني بثبات اه اه نحو مواجهة انجليزية ايطالية في الدورة النهائي حتى مقارنة مع موازين القواء وما يوجد من من ملتخبات اقصد يعني تراجع المانشافت الالماني اه او كذلك تراجع وصيف ابطال العالم الكروات الى غير ذلك هو على ايتي حال هناك اه نقطة اه مهمة على مستوى التصريحات وحضور اللاعبين اه اه اليوم واكد لك يا زميل اسلام انه حاليا في تويتر وعبر السوشال ميديا في اوروبا والعالم فما حاجة تريندينج اه اسمها اه كيليني وبدرجة اقل بونوتشي اللي اختيت عليه انت عبر اه اه سؤالك يعني اه هذه اسماء من الاكثر اتباعا وتدولا ونشرا عبر تويتر والسوشال ميديا واكد لك ذلك اه كيليني 36 عام كيليني اعتقد اعتقد في اللقطة اللي مع ساكا عملت شوية جدل اه في وسائل التواصل الاجتماعي نعم نعم لنا لقطة مؤسرة هو بلوبينك الراجل يعني السيد كان اه متجاه نحو اه مارما جالوجي دوناروما يعني ب بوضوح وسكا سريع جدا على صغر سنه يعني موجود في الملتخاب الانجليزي لانه يسميه هناك يعني اه بولت الملتخب ويوزاين بولت ملتخب الاسود السلاف اه كيليني واحد من المثلث الخبرة اللي مثل يعني واحدة من كلمات السر في لقابة الازوري اه مع بونوتشي كيلزا ودوناروما اخترت لكا وللمستمعين الكرام هذا الرباعي اه ليس استنتاج شخصي اه في الصحافة ايطالية اليوم يعني الافضل اه هذا الرباعي يعني سنائي محور الدفاع المخضرم زائد كيزا اللي قدم بوتولة كبيرة ياسم وزائد يعني اه دوناروما اللي اعاد الكأس الى روما اه بحادثة اكيد موضوع يجلب نفسه في كل الوقت كما هكا موضوع العنصرية يعود للسطح من جديد اه بعض بلافئ خاصة المنتخب الانجليزي التي تحدث عليهم انت راشفورد ساكا سانشو اليوم غضب كبير خاصة عليهم وموضوع العنصرية يعود من جديد في ملاعب الانجليزي اه صحيح صحيح هذا موضوع كبير وهو حديث الساعة اه اليوم اه قبل الدخول في تفاصيله ولو سريعا عبر اكسبرس اه اه فام هناك نقطة مهمة مرتبطة يعني بهذا الموضوع اه كيفاش وعليش وصلنا الى هذه النقطة هي فنية ومرتبطة بما حدث ليه راشفورد سانشو وايضا ساكا كابتن يعني هناك تساؤلات بالنسبة لاختيارات جارت ساوث كيت فعلا على مستوى ركلات الجزاء اه تعطي اخر ثلاثة ركلات يعني في اختيار المنفذين لاثنين اه من اصغر اللاعبين في القائمة يعني هذه لم افضح صراحة اكيد يعني الانجليز هذا سبب يعني امتعاض الانجليز نزيدك حاجة حسني ساكا من اشكن شهيد التصريحات وقال عمري مسألة ضرب الجزاء يبدو هكذا لكن سأؤكد لك هذه النقطة غير المفهومة والتي منها انطلق الغضب الشعب الانجليزي قبل ان نصل الى موضوع عنصرية لانه المسألة يعني المسألة طبعا هناك مساببات لم تبدأ هكذا سانشو دورتموند اللي عين زميلي للركلة الرابعة واحد وعشرين عام مواليد سنة الفين بوكايو ساكا صاحب ضربة خير القاكلة معناه هذا يا السيد تحط في الورقة هذيك الورقة الصغيرة اني شوفوها فالتلافز اقبل سلسلت ركلات الجزاء تحط في المرتبة الخامسة 19 عام ساكا يكمل عشرين سنة في سبتمبر هذا انتحار ما فعله يعني حتى راشفورد يوظر كبير حتى بوشنا فرما صغير من عام 97 23 عام واكد لك صحيح انا بديت لك بالصغير جماعة تسعتاش وعشرين ماركوس راشفورد 23 عام يكاد يعني اعتقد انها غير مفهومة بكل المقاييس وزائد ناس لعبة تقيقتين عندي تحكي على سانش ووساكا هو دخل ضربة الجزاء فعلا وكل مسألة ذيك يعني مرتبطة بدخل هندرسون بعد خرج هندرسون فقط لفسح المجال اللاعب يبقى دقيقة في الجزاء وبعد يشوت يعني ركل جزابي هذي الهمية هو النجم نقعده ساعات طويلة في جدل يعني هذه التغيرات متع دقيقة مئة وعشرين واسناد الركلتين الرابعة والخامسة الى صغار بين معقفين لكن منا نساوش هذوم اه شباب يعني كانوا تحت ضغط امة بريطانية باكملها مشحونة بلا حدود بعقدة بليون في لقب منذ نصف قرن هذا كثير في اعتقادي على هؤلاء الشباب ولعل التأكيد على هذا الضغط ما حدث في محيط ملعب ونبلي يعني انا اخر رقم وصلني اه تقريبا مرضو مرضو ساعة يتحثوا على اربعة الاف مشجع اربعة الاف مشجع بحسب تقارير الشرطة اللندنية رغم انها يعني تسريبات اه اربعة الاف دخلوا بلا تذاكر مم وفوضة عامة يعني في في اه وعون في برشة حاجات صحيح بالضبط بالضبط رجوعا الى نقطة العنصرية واه واه اكمل يعني صحيح هذا اه موضوع مرتبط بالغضبة الشعبي اه على المرتخب الانجليزي من جماهير سعيبة اه جماهير اه طبعا منذ السنوات كانت معروفة بالهوليجانيزم اه ونحنا هنا يعني لسنا بوضع لسنا بسدد يعني اه توجيه الاتهامات او تعميق الجراح لكنها جماهير تنفذ استمرار العقدة والجفاف من الالقاب بوريس جونسون شخصيا رئيس وزراء بريتاليا استنكر هذه الحملة العنصرية شرطة لندن اه تحقق في القضية اه وقالت اه سيكون ذلك بلا تسامح مع المذنبين ومعلومة اخيرة ادارة منصة تويتر لانه والحكاية لكل اه بدأت وفات في اه تويتر اللي هذا الموقع يعني عنده شعبية كبيرة اه في اوروبا والعالم على العكس ما يحدث عنها في تونس ادارة تويتر اه اه اغلقت اكثر من الف حساب انجليزي في المنصة واضافت ان جل هذه الحسابات العنصرية اللي كما يقولوا هاجمت خصوصا اه وايضا هاجمت اه سانشو وراشفورد هي حسابات لبريطاني والخارج من الدياسبورة البريطانية المقيمة خارج انجليزي يبدو هذا نعمل التخدير او ليعني تشتيت الاذهان ولرفع الحرج على الحكومة والشعب الانجليزي في لحمة الغذب هذه مع طبعا اضافة انه من الساوش هذا حدث لفرنسا زميل اسلام المدرب يعني مباشرة بعدما اخفق كيليان مبابي ضد سويسرا ايضا حملة مصغرة مشابهة انطلقت ضد مبابي واسماء اخرى وكل موضوع متاع زوية البشرة السمراء وتعرض لابجع النعود هذه صارت لي مبابي وتكررت لكن بحجم اقوى لبوكايوساكا او كذلك ماركوس راشفورد او خيرة سانشو نحكي اضن على كوبا امريكا حسني اذا كان المنتخب الانجليزي في فك العقدة فانه مقابلة الكوبا امريكا الفيناء من اجمان اعطيها كان عنوان واحد ميسي فوق العقدة صحيح عنوان في محلي هي يعني اه عقدة زالت بالنسبة لماسي لأنه بطبيعة الحال لو اخسر النهاية الخامس بالنسبة له يعني يخسر خمسة فينالات لقدر الله بالنسبة له ولأحبائه وللأردنطين خصوصا بعد ما تأتيه يعني فرصة رصاصة الرحمة لقتل البرازيل بهدف ثاني يضيع بتلك التريقة في الست أمتار أمام المرمى وفي تقيقة أعتقد مش عارف 88 لو حدث ذلك لكانت كارثة كبرى بالنسبة لمسي وقتل تخسر يعني توافنال في كوبا زائد أيضا ما حدث في مراكانة قبل سبع سنوات في نهاية المونديال عندما تقيق عزكم الله وأيضا يعني خرج مهزوم خد المانشفت كل هذا كثير على المسي هو يستحق على هذه الحال يعني بعيدا عن نكون مع البارسة أو الريال نكون سلساو أو تانجو بعيدا يعني يجب أن نكون في البلاي ونعطي لقيسر ما لقيسر على مجمع أعماله ليو ماسي يعني يستحق هذا اللقب رغم أن البرازيل وأكد لك اليوم الأبريكو كما يقوله سمحني في العبارة الفرنسية وأكد لك ما ما ذكرته عبر البرازيل كان مرشح بالنسبة لي وكان الأفضل والحكم مرة بيجلب المباراة يعني كان كاري في آخر نصف ساعة يعني مباراة مش عارف آآ مصارعة رومانية تساهل تساهل كبير من الحكم بالضبط بالضبط وبالتالي نجمه نقعد ونحكيه ونتجادل أو آآ نتناقش فنيا البرازيل كانت أفضل بوضوح لكن الأرجنتين هذه عرفت كيف تفوز وهذا أمر جديد ومعطى مهم الأرجنتين يبدو يعني تعلمت الدرس من التجارب الماضية آآ ملتخب لم يتوج بلقب منذ 28 عام منذ كوبا 93 بالتالي فترة جفاف كبيرة وهنا هنا يعطى الاستحقاء الكريديت لسكالوني المدرب الذي آآ عرف آآ من أين يؤكل الكتف وبالتالي سجل ثم آآ سكر يعني كما يقولوا يعني آآ أغرق المنافذ آآ أمام الملتخب البرازيلي آآ طبعا سريعا البرازيل آآ على مستوى الدفاع والجه اليسرى أيضا هذا معطى مهم خسر كوبا أمريكا وأفرح ميسي يعني بوضع لاعب شاب من آتيتيكو مادريد يعني كانت نعم لودي بالضبط بالضبط لودي يعني رينان لودي كانت مغامرة البرازيلي اللي قدم برانكو روبرتو كارلوس مارتشيلو يعني كمختصين على اللي صار ليفت باك يعني ولو أنه حسني عنده الخبرة اللازمة تقريبا عن لاعب مقابلات كبيرة مراتتيكو مادريد موسم كامل على كل افتح الجدل من جديد الجدلية حول آآ ماسي مارادونا النجم نقوله اللي كانوا يعيبوه على ماسي خاصة اللي يقوله مايستحقش أفضل لاعب في التاريخ حكيت أنه تتويجي مع منتخب بلاده اليوم النجم نقوله ماسي أسكت الأفواه وإلا لا يبقى مارادونا لا يقارن بأي لعب آآ لا أعتقد يعني آآ أنا من أنصار آآ المقولة بأنه آآ دياغو لا يقارن آآ الكرة بديت وفات معاه وانا هذه قلتها حتى عبر الاعلامة التونسي آآ عند آآ تختيت يعني آآ تختيت حديثة وفاة آآ الفتا ذاهبي دياغو يعني لا أعتقد أنه المقارنة تجوز دياغو آآ دياغو يعني رابح آآ مونجال آآ مع الأرجنتين بالطريقة اللي يعرفوها الناس الكل دياغو آآ بعد ذلك العب آآ نهاي آخر لكأس العالم آآ صحيح أنه دياغو كيما بيلي كيما لي وميسي قبل آآ حديش جوليا آآ عمرهم ما رفعوا لقب كوب أمريكا مارادونا لم ينتوج ببطولة أمم أمريكا الجنوبية آآ إلى الآن يعني آآ إلى أن آآ غادر الحياة بلدي نفس الشيء لكن طبعا هذا مجرد تفصيل لا أعتقد أنه آآ لقب كوب أمريكا هذا يعني كافي بالنسبة لماسي لكي آآ يوضع في مقارئات آآ آآ عليه أن آآ يفوز أكثر مع الأرجنتين لكي يدخل إلى الهولو فيم أو يعني قائمة الرجال سأقول الأساطير في الكرة العالمية مع احترامه الشديد لإنجازاته على صعيد الأندية مع نادي برشلونة شكرا جزيلا زميلي حسني الزردولي زمينا الإعلامي من قوانوات دبي سبورة تدخلك معنا أيضا اليو شكرا وحييكم أوسيما يجيكم تدسويت في الأخبار بعد مكملين في البلاي